دعنا نحكي عن حادثة أخرى الله جل جلاله هو القادر على كل شيء له سلطان فائق عجيب نرى سلطان المسيح على الطبيعة فالمسيح أمر الريح العهد القديم الله أمر فآج ريحا الله اللي هدأ العاصفة في مزمور 107 سلطان المسيح على البحر هدأ العاصف أسكت الأمواج والهواء وعلى فكرة مشى فوق المياه الهائج مين بيمشي على الماء حبائي هذا الشيء يعني ضد الطبيعة لأنه المسيح عنده قانون أو ناموس تاني غير عن الناموس اللي عنا فالجاذبي لا تمسك يسوع فهو صعد إلى السماع أمام التلميذ وهو الذي دخل إلى العلية والأبواب مغلقة من له هذا السلطان على هذه الأمور على الطبيعة شيء آخر في حادثة جميلة جدا في متى 17 كان لازم بطرس يدفع الضريبة هو ويسوع ولكن الرب يسوع طلب من بطرس قل له يروح للبحر اذهب إلى البحر لم يذكر الزمان في أي وقت هو ظهر ولا صبح ولا بعض الظهر ولا المساء روح على البحر لم يذكر الزمان ولا حتى المكان اللي روح عند كفر نحوم روح عند هذا الشاطئ هذا المكان أو المكان هناك أو هنا لم يذكر الزمان أو المكان اذهب إلى البحر البحر طوله 23 كيلومتر عرضه 13 كيلومتر العمق 44 متر وهو علميا في الشق السوري الأفريقي في غور الأردن يعني وين يروح في أي مكان في أي منطقة في أي توقيت ومش بس هيك قال له اذهب إلى البحر والسمكة التي تطلع أولا يعني أول سمكة بتطلع لك يا سلام أول سمكة خذها ومتى فتحت فاها حتى المكان وين موجود الإستار اللي هو العملة حتى يدفع الضريبة قل لي مين عنده القدرة العالم بكل شيء والقادر على كل شيء إنه لا تحده للزمان ولا المسافة ولا المكان وأول سمكة بتطلع طب بلك طلعت التاني بلك ما طلعش أول سمكة بتطلع شيل منها النقود شو رأيك هذه قدرة على الخلق ولا لا تقول لي يمكن السمكة بلعت النقود ماشي أو يمكن خلق مثل معجزات يعني صيد السمك هو خلق واللي أحضرهم كلها من دلائل قدرة المسيح الفائقة شيء آخر المسيح أعطى الحياة للأموات جسديا وأعطى الحياة للأموات روحيا وهذا موضوع إن شاء الله منخصص له حلقة خليني أخذ بس قصة واحدة ألي عازر في بيت عنيا أخو مرثى ومريم في يحنى إصحاح 11 مات دفنوا وكان إله في القبر أربعة أيام أربعة أيام طبعا التقليد يهودي بيقولت يعني خلاص إنه هذا فعلا مات ليه لأنه بيبتد الجسد يتحلل الدم فسد الشريين كل الأعضاء بتبتدي تتحلل قال يسوع ألي عازر هلما خارجا فخرج الميت أحبائي حي لدرجة إنه الأعداء لم يقدروا أن يقوم عملوا مجمع ماذا أي رأي ماذا نعمل إن تركناه يؤمن الجميع به يعني تخيل عم بيخططه خطة للتخلص من يسوع لأنه عم بيعمل أمور خارقة تعبير عن الخلق أي أنه الله فإذن المسيح أعطى حيال الأموات روحيا وجسديا أيضا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة